اهلا وسهلا التضخم في اليابان سجل زيادة سنوية بمقدار 3.3% وتصريحات من اليابان بأن تعديل منحنة السندات اليابانية ليس من ضمن الخيارات الحالية مما دفع الياباني للارتداد الهبوطي في جلسة الأسبوع حول مستويات 142 ين لكل دولار بينما اعتباط التضخم في بريطانيا إلى مستويات 7.9% لكن بكل تأكيد لا يزال مرتفع ولذلك قد يستمر بنك انجلترا بعمليات رفع الفائدة مرتفع القمح بنسبة 10% في جلسة الأسبوع جراء انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود ما قد يفتح ملف إمكانية ارتفاع التضخم عالميا مرة أخرى على المستثمرين متابعة عدد من الأحداث المهمة في جلسة الأسبوع القادم أولا المهم والأهم سيكون اجتماع الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء من المتوقع رفع الفائد بمقدار 25 نقطة أساس من المهم متابعة نبرة الفدرالي حول توقعات دور التجديد السياسة النقدية وهل هي نهاية دور التجديد السياسة النقدية أو سيكون هناك حاجة للمزيد في حال ارتفاع التضخم مرة أخرى ثانيا اجتماع بنك أوروبا حيث من المتوقع رفع الفائد أيضا بمقدار 25 نقطة أساس في ظل طباط التضخم لمستويات 5.5% ثالثا اجتماع بنك اليابان تثبيت الفائد قد يكون هو خيار بنك اليابان لكن منحن عوائد السندات اليابانية هي المسألة الأكثر تعقيدا في الفترة الأخيرة حيث أن أي تعديل قد يعطي بعض الإيجابي لتداولات اليان رابعا مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة هو المؤشر المفضل للفيدرالي لمتابعة حالة التضخم خامسا وأخيرا مع توقف بنك أستراليا عن رفع الفائد في اجتماع الأخير ستكون الأنظار متجهة لقراءة التضخم الأسترالي حيث من المتوقع أن يتباطئ التضخم إلى مستويات 6.2% من مستويات 7% ننتقل للتحليل الفني في جلسة الأسبوع القادم بداية مع تداولات الذهب يتداول الذهب أدنى مستويات منطقة المقاومة السعرية المنحصرة بين مستويات 1981 إلى مستويات 1971 كنا قد أشرنا إلى مستويات المقاومة السعرية في التحليل السابق ارتدادات جيدة للذهب عند مستويات 1981 تداولات لمدة ثلاث جلسات سلبية متتالية أدنى مستويات المقاومة السعرية لذلك ثبات التداولات أدنى نفس المنطقة السعرية قد يدفع الذهب لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 1945 ثم مستويات 1921 طبعا بشرط ثبات التداولات السعرية أدنى منطقة المقاومة السعرية المنحصرة بين مستويات 1971 إلى مستويات 1981 ننتقل لليورو اليورو ارتدادات سعرية من مستويات 12.65 الإعادة اختبار مستويات دولار 10 سنت واردة في جلسة الأسبوع القادم ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات دولار 10 سنت المتمثلة بمنطقة الدعم السعري وخط الاتجاه الصاعد لصاحب الارتكازات الثنائية قد يدفع اليورو لإعادة تشكيل ميل إيجابي نحو مستويات 11.50 ثم 12.50 في جلسة الأسبوع القادم ننتقل لتحليل الباوند الباوند يتداول أعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد عند مستويات 27.40 ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 17.40 قد يدفع الباوند تشكيل ميل صعودي نحو 29.80 ثم دولار 30 سنت طبعا أي إغلاق أدنى مستويات 27.40 سوف يشكل ميل سلبي للباوند قد يتجاوز مستويات 26.40 ثم 25.20 طبعا الشرط الأساسي لتشكيل الميل الهبوطي هو إغلاق يومي أدنى مستويات 27.40 ننتقل لتحليل الين الين كنا قد تحدثنا في تحليل السابق عن مستويات 137.50 ارتدادات سعرية إيجابية منها حاليا يتداول أعلى مستويات الدعم السعري 14.80 لذلك ثبات التداولات السعرية أعلىها قد يدفع الين لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 142.40 ثم 144.60 ننتقل لتحليل الأوزي الأسترالي الأسترالي يتداول أدنى مستويات خط الاتجاه الهابط ثلاثي الارتكازات أدنى مستويات 68.50 لذلك ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات 68.50 قد يدفع الأسترالي لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 66.15 ثم 65.50 ننتقل لخام غرب تيكساس ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات الدعم التي تحدثنا عنها 73.95 لذلك إمكانية تشكيل الميل الصعودي نحو مستويات 77.40 ثم 78.90 ثم 80 دولار لبرميل خام غرب تيكساس بشرط ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 74 للنفط نختتم مع داو جونز داو جونز ارتفاعات للأسبوع الثاني على التوالي بعد أربع جلسات أسبوعية ضمن نطاقات عرضية إمكانية تشكيل ميل هبوطي من مستويات 35.470 وارد بشرط ثبات التداولات السعرية أدناها لاستهداف مستويات 34.950 ثم 34.940 ثم 34.250 طبعا شرط أساسي عدم اختراق مستويات 35.470 بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر